معنا على الموجة تسعين أربعة بالعشرة فأمو أيضا عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد ومن خلال بث الإلكتروني المباشر نرحب بفضيلة الشيخ أبو الأرقم إمام مسجد النصر سعد صباحك أهلا وسهلا حديثنا اليوم عن الكلمة وعنوان هذه الفقرة الكلمة وأثرها وثمارها وعقابها وكيف يصان الليسان هذا في مختلف المناح الحياتية ولا نحدد صنفا معينا أو تعاملا معينا هل نحاسب على كلامنا هل نحاسب على ربما بعض الكلمات النابية والبذيئة التي قد تنزلق متعمدا أو غير متعمدا من ألسنتنا في المزح والنكات والفكاه وما إلى ذلك هل من يقوم بدمج ومزج السب أو الشتم للذات الإلهية أو حتى الكلمات النابية نحاسب عليها في تجمعاتنا ولماتنا الأسرية والعائلية هل نحاسب أيضا على كلماتنا في الحفلات وما نستمع إليه من بعض ربما الأغاني هنا وهناك وهذه الكلمات التي تروج هل نحاسب عليها كل هذا نحاول مناقشة في سبيل الوصول إلى طريقة إيجابية في التفكير قبل أن نتحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أخواني أخواتي في الله نحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول لربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الله عز وجل يريد أن يبين لنا أن الإنسان أي لحظة أو أي كلمة يتكلمها الإنسان هناك رقيب وعتيد يسجل كل كلمة كل حرف كل ما يخطر في بالك حتى ما تكن نفسك يسجلها سبحان الله العظيم كمان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سأله معاذ قال يا رسول الله أولا نحن محاسبون بما نقول فقال معا النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم قال وهل يكب الناس أو يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فالآن ما الذي يوصلنا إلى نار جهنم هو هذا القول وهذا اللفظ الذي نتكلم به وقال عليه الصلاة والسلام أيضا ورب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا تهو به في النار سبعين خريفا ورب كلمة يقولها المرء من رضوان الله عز وجل ما له تدخله فسيح جناته فحقيقة الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذا اللسان هو أهم شيء عند الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه قال من صانى ما بين رجليه وما بين فكيه دخل الجنة سبحان الله العظيم عشان هيك بك زمان يقول لسانك إحصانك إنسنتك وإنهنتهانك صحيح الآن كيف إهانة هذا اللسان بالأيش بالألفاظ فسبحان الله العظيم كلمات كثيرة تخرج من فمنا هذه الكلمة إما أن تكون من رضوان الله عز وجل وإما أن تكون من صخة الله من أجل ذلك الله عز وجل قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله هل أحسن قول قول إلا قول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله محمد رسول الله قول الخير من أجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكل خيرا أو ليصبت حقيقة الذي يجري الآن أصبح فوق الطبيعي والذي يجري الآن قاعد الآن في مجتمعاتنا وفي مجالسنا وفي أفراحنا حقيقة والله شيء يندله الجبين أصبحنا الآن زمان كنا نسلم على بعض بعض السلام عليكم وعليكم السلام صباح الخير صباح النور الله يعطيك العافي الله عافيك صح بدنه وبدنك عافيك الآن كمان أهل زمان إذن هذه العبارات اللي كانت بيننا اليوم ما تجد الأحد يقول هذا الكلام فقط إيش ماله بالسب والشتام إيش يا حمار إيش يا تيس إيش ولا إيش كذا فالآن هذه العبارات أو بألقاب اللي هو فيها والله عز وجل قال ولا تنابزوا بالألقاب ولا تنابز نهى الله عز وجل عن التنابز بالألقاب إلا إنه اليوم صار نفتخر بالألقاب نفتخر به الآن نسير واحد يسمع إلتو إلا أنصار يسمي حاله نوع من نوع العدب زرادية برغي من بوسمار فالآن للأسف الشديد أصبحنا الآن للأسف الشديد نحيا في حالة مزرية كمان اليوم بأصبح الآن التلفظ بالفحش من القول أصبح هذا جدا خاصة في السب إمك أختك كذا وإن الحكاظ ويعتبروا الآن إيش ماله عادة جدا الآن تماد الأمر أكثر من هيك صار تعدوا على الله عز وجل سيبني من ربك سيبني من كذا استغفر الله العظيم سيبني من كذا يبدأ الآن بالتعدي على الله عز وجل بألفاظ نابية وين هو كذا إذن أصبح الأمر زاد عن حد وهذا حقيقة يوشكوا وينذروا بغضب الله سبحانه لأنه أصبح حتى نكاتنا للأسف الشديد أصبحت الآن كل النكات كلها إما نكات جنسية وإما نكات الآن تتعدى في موضوع الكبر والملائكة والدين والآخر وكذا سمعت صار كذا وكذا وكلها يندرج تحت الكذب والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا خطورة ذلك الأمر قال ويل للذي يحدث الناس فيضحك ليضحكهم فيكذب ويل الله ويل الله ويل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذن الآن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال الويل شوه الويل واد في جهنم لو وضعت فيه الجبال اللي صارت لذابت كلها تخيّلي الآن قضيّة إنه أنا بقعد أحدث الناس الآن خليلينا بلس وفلان وعال هذا الآن كله كذب بكذب نكات كلها كذب وبالتالي أصبحنا ندخل فيه للأسف الشديد في الفحش من القول ونهى ربنا سبحانه وتعالى عن الفحش والتفحش كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الكون البذيء الكون اللي الآن اللي أنا أبصير أكذب فيه حتى أضحك الناس والأسف الشديد كلنا الآن النكات اللي كلها بتلكه قدام العين لنسوان بولاد بنات كبار صغار بيبدأ الآن ينكت حضرته ينكت بكلام بالأسف الشديد بذيء كله بذيء جدا وهو يعني ما فيش احترام ولا في ذوق إنه إنتي قاعدين عندك هاي مرت أخوك هاي أختك هاي بنتك هاي كذا لا يبدو عنده عادة جدا عشان الزلم يعمل حاله أركوز كدام المجلس ويبدأ الآن يضحك وضحكها أولئي الناس هاي عشان هيك الآن هذا كلام خطير جدا 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 كمان الآن بنوصل بعضنا اليوم على الأقل شيء في أي مجلس اللي جابه سبت فلان هذا اللي فوقه تحته بيبدأ الآن يسب وسب وسب ويغلط الكذا الكذا والأم والأخت والأب والكذا سبحان الله العظيم مشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله إيش ماله كفر إذن قال إذن أنت سب المسلم حرام شرعا تقول تسب واحد وكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب أباءكم قالوا يا رسول الله أو يسب الرجل أباه قال تسب أبا الرجل فيسب أباك إذن هذا الكلام ضروري جدا نتعلم ونعلم أولادنا ما معنى الآن الصح والغلط يرحم أيام ما كنا الآن إذا كنا نتحكي كلمة عاطلة تجد إمك الآن بالإبنة تغزغز لك إياها أو بالفلفل وتحط لك إياها أوعك أوعك تعيدها مرة ثانية بكى الواحد ألفاظه يا دوبي الآن ما يستجري يحكي أي كلمة فيها غلط عشان هيك الآن يا أخوانا يا أخواتنا ضروري جدا إعادة التربية لأبنائنا للأسف الشديد كما قال الله وصدق عليهم إبليس وظنة صار اليوم عادي لانت لاش معكد الموضوع هذا عادي ما هم يخذه عادي خليه كول الآن بالضبط خليه كول ومدام الولد الزغير اليوم بسبب أبوه الله يرضع لي شطور أيه كمان مرة سب سيدك أشوف يلا سيد سب سيدك وسب عمك مليه المنشأ بتبلش للأسف بالضبط الآن هذا الطفل بس يسمع الأبو بسبب على مرته والأمرأة بتسبب على جوزها وبسبب على بعض والبعض وبغلطه بكلام الآن بديء إذن هذا الولد رح يتربع عدتن هذه الأخلاق وبعدين بنصير إحنا بنعاتب وبنصير ننضب بحدنا ليش إنه ابننا لسانه طويل أو لسانه عفواً على الكلمة بالعامية زفر زي ما بنقول وليش بيخبس بالحكي ثم أنت أنت اللي ربيته على هذا الحكي أو هو سمعك وانت بتحكي هذا الحكي لوالي أو لأهلك أو لأمك أو لأختك وفيه شغلة مهمة فضلة الشيخ مع الاحترام يعني الناس اللي بس سواء بس يعصبوا وبس يحكوا بتحس إنه هذا الحكي صار وكأنه دارج من ضمن الكلام الطبيعي للأسف وإذا أنت ما تحدثت بلغتهم بتصير حدا رجعي حدا متخلف يشو عقدي محبش يمزح محبش لا فيه فرق بين المزح المحترم وبين الضحك المحترم وبين أنك أنت في كل شيء في أي شغلة بتحكيها بتدمج كلام بذيء هذا شيء مهين لإلك وللناس اللي حواليك كمان هذا لازم نحكي عنها برضو إحنا للأسف الشديد يعني بتلاكي الإنسان صاحب الذي يتكلم بهذا الكلام مش بيستحي من حاله ولا الآن أيضا محتمل بأي حدا ليش أنا أعبره يعشان هيك الآن فيك قضية خطيرة جدا أنه رب العمين ذكرنا ونبهنا وحضرنا قال وإذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم ربنا بقول إنكم إذا مثلهم إذا لدى كاعد وتسمع الآن الإهانات وتسمع السب والإستهزاء على أهل الدين وعلى القرآن وعلى الملائكة ونكت وكذا الآن إذا ضررتك قاعد في هذا المجلس أنت آثم ستقع عليك غضب الله كما هو حال من قال هذا الكلام عشان هيك الآن ضرورة جدا لو أنه الآن هؤلاء الناس لقوا من يردعهم كيف يعني أحكذوا في المجلس صار يسيب ويغلط سلام عليكم أنا مش رح أقعد في هذا المجلس بصراحة إشي كثير صار على حده لأنه صار بتمادى لكلمات أسوأ أو أسوأ أو أسوأ حتى بعضهم الآن بوصل حد بقول لك شفت في مقطع فيديو يا رجل شفت شبه كلها شبت كله بيبدأ الآن يعرض هذا المنظر البذيء وللأسف الشديد والقول البذيء وللأسف الشديد كدام الكل وبعلي سبيكر عساس الكل يسمع منه هذا الكلام والكل بيصير نضحك معاه أو بيصير ماله يهز براسه معاه الآن ذن وين نغير الآن على أخلاقنا على قيمنا والله العظيم اللي قاعد بيصير اليوم الآن قاعد الأم بتنحدر 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 إلى مستوى نسأل الله العافية وبتقول ليش إنه الآن الحرارة بدأت ترتفع لأنه قال الحرارة الآن الحر قال هو شيء من فيحاء جهنم والعياذ بالله لأنه هذا الكلام إشارة على علامة علامات غضب الله عز وجل الله على اليغار والله يا جماعة الخير قال إن الله يغار إذا انتهكت محارم الله عز وجل إذا ظهر الفحش والتفحش الأرض تغار قال فتتزلزل الأرض كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فعشان هي ضرورة جدا إحنا نتقل لعز وجل في كلامنا وفي ألفاظنا نعم بعض المشاركات الإيجابية خلنا نحكي عنها يعني أولا شيء من وجهتها حجة صباح حجة لأم محمد وأبو محمد يسعد صباحه ويد حازم أبو سرية وصلتني إنه هذا الإنسان بيمحي اسم لما بتكون مثلا كلمة رام الله على بعض الكتابات أو على أي ورقة بيمحي لفظ الجلال عشان لما بيجي بيرميها في زبالي خوفا من لا صمح الله يعني أنه يحاسب عليها أو أن يكون فيه إساءة لفظ الجلالة في حين آخر نحن نشوف ناس بتمزحوا بنكت وبالنكات وبالسب وبالشتم للأسف الشديد على الله سبحانه وتعالى وفيه هنا كمان بمشاركة يعني بتقول والله وفاء في بعض الكلمات اللي برددوها إشي طبعا بيقشعر إلو الأبدان زي مثلا مثال وليس مثلا الواحد بيمزح معاه بيكون يفضح أرضك لصمح الله أو بشرفك أو يبلع عن شرف الإنسان طب هم مفاهمين شو معاني هاي الكلمات وشو أثرها لما واحد من يسمعها وفضح العرض أو هاتك العرض لإنسان إنت بتدعي عليه فكمان قديش بندرك إحنا شو بنحكي قديش هذا مهم فضلت الشيء طبعا هذا الكضية هذا الكلمات الأسف شديد كلنا يعني في نظر الآن كانت تعتبر من الكبائر يعني فلان كل ولو أنت واحد بندوق يعني الآن كضية خضية بيشفق ميشو معانتها لأن القضية خطيرة جدا أنت تقول والله يفضح عرضك تشجعني فتح العرض يعني الآن سمح الله والعياذ بالله يتشهر في إمك يتشهر في أختك هذا الآن يفضح عرضك الآن سبحان الله العظيم كذلك الحال كلمات كثير جدا اليوم صار دارجي وكأنه سبحان الله هناك الآن هذا الشيطان بيصير الآن يحط هذه الألفاظ والعبارات حتى نسمة لا تتأقلم فيها وتصير عادي زي ما صار اليوم الآن عنا صار كل إشي اليوم عادي حتى الآن البرستيج اللي بيحطوه في العراس صار عادي الآن لازم كذا لازم كذا لازم طلعة لازم وحتى الأغاني الهطة صارت عادي كمان حتى الآن للأسف الشديد طلعت هاي الموجة الآن موجة الآن اللي هي البوب هاي الآن اللي النط نطع والبس إيش ولح ولع وكذا يعني للأسف الشديد وين كان الأغاني زمان إلى معاني حتى الأغاني كان إلى معاني وكان كلماتها مفهومة وكان الآن يغنوا للوطنية وغنوا للشهيد وغنوا للأرض وغنوا لكذا الآن حتى كان يغنوا مثلا بأشياء جمالية عن المرأة وغن الوطن الآن لكن اليوم بس كلام صفت حكي بس صفت حكي والآن للأسف الشهد إيش ما له دلعني حمار وغنوا لدي حمار وغنوا لدي حمار يعني الأسف صار هذا الآن هذا الآن يسمو فن هذا صار يسمو غنى هذا صار إيشي لأنه أصبحت الأم للأسف الشديد والشباب يترددها ويتلاك الآن آلاف قاعدين بيرددوا مع مين ما هذا المغني ولا غيره إذن إحنا بنقول إحنا بنقول ضروري جدا ننتبه لأبنائنا ونتبه الآن لكل ما يسمعون وما يقولون نوضح له بيّنوا لأسف الشي ديد جينا اليوم ما في حد يقعد بربيه والله ما في حد المدرسة يا دوبي الآن الأعباء اللي عليهم الله عينهم الآن قضيت المدرسين الله يزيهم الخير ويا دوبي يخلصوا المنهاج الآن مكلفين فيه اللي خلوا شنتي أذكر من وزن الطالب للأسف اليوم مش قادر يقعد يقعد مع الطالب يمعا ينبههم يذكيرهم معه درسين الله يزيهم الخير وواقفين بالبع والدراع ويذكروا في الآن في المدارس بالنسبة لهذه القيم ولكن هذا بحاجة لمتابعة وبحاجة لجهود متضافرة أيضا الأم والأب في الضار ضروري جدا الآن يقعد مع ابنك اليوم أعطاه حرية خذ يلا بليفون بس ريحني اليوم كل الأم بتتريح من ابن بجيب له بليفون تعطيي خلاص يقعد يتريح بظلوا كاعدة الولد وما شاء الله ساكد وبيك رفع بنزر بجعرف يشو سمع شو قال شو حضر شو كذا إن مهمنا هي متريحة وبتتابع أمور الفيسيوية وراع براحتها ولحظة بكل وين أنت عشان هيك الآن إحنا والله هذه مرحلة خطيرة جدا يا أخواننا ضروري ضروري جدا جدا إننا ننتبه لكلماتنا وألفاظنا ومعانينا يريد الآن يكون هناك أكثر من برامج والتذكير أكثر من مرة فيما يقال قعد الآن بين الناس من عبارات فيها كفر فيها الآن خروج من الإسلام فيها خروج من الدين كما قلنا في الحديث قال رب كلمة يقولها المرء من سخط الله لا يلقي لها بالا تهو به في النار بكلمة واحدة كلمة واحدة ورب كلمة إن شاء الله تعالى قال عليه السبب كل خيرا من كان يؤمن بالله أو اليوم الآخر فليكل خيرا أو ليصمت ذكر الناس بكلمة الخير قول الآن في مجلسك يا أخ جمعت خير التكو الله والله هذا الكلام عيب والله هذا الكلام ما بيصير سيبوكو من إفلان سيبوكو من علان هذا الكلام يعمل بتحكي فيه أنت الآن كفر هذا الكلام حرام هذا الكلام كذا إلا أنت إذ كوني يشوف أكثر من واحد بذكره في الله عز وجل وهذا حلال وهذا يجوز وهذا اللي يجوز عند ذلك يرتدع كثير من الناس لما يلاقي فيه رفض وفيه بصراحة مقاطعة لنفرض للجلسة اللي بيكون موجود فيها بانسحاب من البعض أنه بيقول لك أنا والله بحب شكو عدفها الجلسات اللي فيها هكي زي هيك وسبو والله بدي نكت طول الوقت بنكت على الذات الإلهية أو بنكت على الموضوع الملائك والقبور أو حتى الأشياء اللي إحنا بنقول عنها هاي المسلمات اللي ممنوع الطب فيها ممنوع تحكي عنها وكذلك الآن أمور جنسية عيب عيب وبتلفظ فيها بكل وقاحة للأسف الشديد يعني بالنفس المسميات وبصير الآن يعني بشبه بطع التشبيه والله العظيم إجرام والله العظيم مصيبة عظمى إنه ظلوا قاعدين في هذا المجلس وفيه الآن قاعدين ناس كبار وصغار وعنده أمر عادة جدا وبيحكي بكل أريحية للأسف الشديد وكأنه خطير بجمعه وكل بقعد ساكت له هذا الكلام إخواننا والله العظيم خطير عشان هيك ضروري جدا جدا إن نحسن الألفاظ بين بعضها البعض كمان الآن كمان العلاقات الأسرية بين بعضها الرجل مع زوجته ضروري جدا نتعود الألفاظ الطيب المحترم السلام عليكم كيف حالك شو أخبارك إن شاء الله تمام مش يبدأ الآن حتى ببعتبر ركبه بالتدليع حتى بصير دلع ولاده الآن بعض الألفاظ بيسيب عليهم بعض المسبات بيعتبروا إنه هذا يشماله نوع من واعي الدلع ونوع من واعي الآن اللي يعني التودد والتقرب وهذا كلام خطير جدا لازم يتعلموا القيم يتعلموا المبادئ يتعلموا الأخلاق يتعلموا الألفاظ الطيبة لألفاظ الحسنية كم سلم على عمك يلا فدت ليش فدت قول السلام عليكم يلا ارجح كبا المرة وقول السلام عليكم يلا سلم على عمك سلم على عمتك سلم على خالك إلا الآن بس يتعود الطفل من البداية الآن على هذا المعاني بيعرف إنه ما معنى السلام شو معنى الألفاظ الطيبة شو معنى الألفاظ حتى هو ينسبع كلمة سيئة بيجيب كل لأمه يما شوف الفلان البحارة بيقول كذا كذا طوال بتلك الأم بتنبه اوعك تمشيش معاه ما بدي تمشي مع ابن فلان لأنه قاعد بيحكي لك الآن كلام سيء اوعك اوعك إنك إشماله تحكي معاه أو تتبشي سنذهب إلى بعض المشاركات من أم أسيد بتقول يسعد صباحكم يا رب والله في ناس بتوصل معهم لازم ينحط على باب تمو شرطي لأنه زلة لسان قد تفقدك أغلى إنسان للأسف مثل السكين بتجرح هم بيضحكوا إذا الواحد عاتبهم لحفظ المودة بيحكوا إحنا صريحين وفيش عنا تصنع وإنتوا اللي حساسين زيادة مع إننا إحنا أكثر ناس بتحب الضحك والانبساط بس بنكون منتبهين على كلامنا ما نجرح حد يا ريت كلمة لهدول الناس خصوصا إذا كانوا من الأقارب من الدرجة الأولى وإذا في نصيحة كيف نتعامل معهم لحتى كلمتهم ما تئذينا سبحان الله العظيم طبعا الآن في ناس حقيقة هم في يعني بيكون بقصد أو بغير قصد إنه الآن بيبدأ يلمح على بعض الناس أو بعض الناس وانت عارف هذه الصفة موجودة عند فلان من الناس أو عنده وضع ميان بهذا الأمر فبدأ الآن يحكي بكل وضوح وبيصير عليك أنا مش قصد أنت لا والله مش قصد كذا إنما هو بيكون قاصد مئة بالمئة أو مرض بيكون مش قصد يجب أن يذكر وينتبه عشان هيك أنا بقول كل إنسان إله كرامي إذا بدي حس أن لحظة مين ما كان يكون قدامي إذا بدي حس إنه بدي هو قاعد الآن بإسطوبه بقصد أو بدون قصد الأصل حتى أبيين له قيمة الغلط اللي قاعد بيعمل فيه لازم أني أقوم المجلس هذا أنا بنصح حتى يعرف ما لك وما تزامي شو كذا رجاء رجاء وبعدين أن ينبه الآن أنا اسمع لي الآن من الناس بتحملش هذا الكلام رجاء ما تعد لي هاي الكلمة يا رجاء هذا الموقف رجاء أنا الله تذكر خير خلي بينك الحب لازم أن يصرح بكل وضوح ألا والله من هون ومن هون لا وبعدين يشوف موقف إني أنا قمت وزعله أساسي حس قدش كمت الكلمة هاي الآن مؤذية وبالتالي إنسا محد أول مرة وآخر مرة إذا أين بكتحكي بهذا الكلام أنا لا يمكن أقعد معك مرة ثانية مكان يكون يعني لازم أخذ موقف يجب أن أخذ موقف وما ظن نشبر ضمطات راسة وسامع الكلام ويلا عشان فلان وعشان خجل بديش أنا أحرج لا احرج مئة ألف مرة لأنه مدام مش مستحي الآن ماله إنت الثاني يجب أن يكون عندك موقف حتى تبينه وقيمة الغلط اللي قعد يصرب فيه وبالتالي بعدها رح يجيك وإعتذرلك إذا كان عنده ذوق وإحساسه وإذا كان مش قاصد وإذا كان هو قاصد سأيتماله بيعرف كيف يضبط حاله ألف مرة ومرة إذا ضرورة جدا أن نوقف له ونبين له خطأ اللي هو ماله اللي يكون فيه طيب اليوم إحنا بنعيش في متاهة من ناحية هذه الكلمة الكلمة غير المضبوطة ربما تبدأ من المنزل مرورا في الشارع مرورا في المناسبات مرورا في التجمعات يعني زي هو كأنه من يجب نقول فضل تشعر بنحاول انفلتر أنفسنا وانفلتر أطفالنا على وجه التحديد ولكن قد تجد مثل هذه للأسف العينات المتناثرة هنا وهناك في مختلف الأماكن وبالتالي كيف ممكن إحنا نقي أنفسنا نصون أنفسنا بالطريقة الصحيحة وبالطريقة التي نضمن فيها الديمومة لهذا الصوم سبحان الله العظيم عشان هيك الآن يعني كالإسلام علمنا قال عليه الصلاة والسلام قال لا تصاحب إلا تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي عشان هيك الآن أنا أدور على الناس الناس نضاف ننور على الناس الآن الصحبة الطيبة عشان هيك اللي أنا بقعد معهم قال كحامل المسكي ولافخ الكير قال فإما صحنافخ الكير فإما أن يؤذيك أن يحرك ثيابك أو يؤذيك برائحتك قال وحامل المسك إما أنت نال منه ريحا طيبة إيش ماله أو إيش ماله أن يدفع عليك رائحة طيبة فعشان هيك دروري جدا نفهم إنه أنا أدور مين أصاب هذا الصاحب اللي قاعد الآن يسيبه يغلط وهينه وكذا إذا هذا أنا أنا قاطعته وغيري قاطعه وغيري قاطعه حقيقة هو رح يكون يعرف ألف مرة ومرة إنه ماله إنه غلط أما إذا إحنا الكل طاطعه معاه والكل الآن طمى الراسه إله والكل كذا بفكر حاله صح عشان هيك الآن طبيعة الإنسان سبحان الله الشيطان بستدرجه لكلمات وألفاظ الآن وإيش لابد من الأمر المعروف قال كنت بخير أمة تأمرنا بالمعروف وتنهونا عن المنكر الأمة ما دام فيها خير ما دام تأمر بالمعروف فتنهونا عن المنكر إذا الأمة الآن قال عليه الصلاة والسلام إيش ماله قال لا تكونوا كبني إسرائيل كانوا إيش ماله لا يتنهونا عن منكر ينفعلوه لبئس ما كانوا يفعلون كانوا إيش ماله إذا رأوا المنكر يآكلونه ويشاربونه إيه طلع شو قال بس بيقعدوا معاه وبخرفوا معاه ويمزحوا معاه وبطشوا معاه إذا نصرنا إحنا كبني إسرائيل ورب العمين عاتبهم وبالتالي لازم ضرورة جدا إيش ماله إنا ننبه بعض الناس بقول لك يا أخي سيبك منه وخلي كل واحد بحاله باله إنت لليش حامل السلم بالعرض الآن رب العمين برضو كلنا في الآية قال إيش مالهم نبهنا لما تعظونا كومهم ومهلكهم شو بدك فيهم زي ما أظهر ربنا بدوا حاسبوا حسابهم على الله انت بدك تحاسبهم شوف ربنا بيّن الآن إذا إحنا ما كمنا بهذا الأمر حقيقة سننال العقاب من الله عز وجل على إنا سكتنا أما إذا إحنا كلنا ربنا قال معذرة إلى ربكم أنا دوري أنصح في أي مجلس أنصح إن سمحت هذا الكلام غلط هذا الكلام عب هذا الكلام ما بيصير رسلين يعني حتى حقيقة يعني مثلا لاحظت في المجموعات واحد بنزل الآن مقطع الآن لا فيديو واحد بيحكي كلام هذا الكلام فيه إشي يعني عب هذا الكلام فيه إشي فيه غلط في الدين طوالي الآن تم كتابة إنه هذا الكلام لا يجوز في الشرع إلا عز وجل ربنا الله شوف الكل ما له الله يزيك الخير بارك الله فيك الله يكرمك لكن الآن لحظت أولها الكل الكل بيحمل ها 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 أو صورة واحد بضحك أو كذا إذا بدل على إنه كل اندمج لكن تشافوا مين واحد بس لحظة إنه هذا الكلام لا يجوز في شرع إلا كل عليك والكل بعد حدا في الفيديو وانتهى الموضوع إذن هون دورنا دورنا حتى بجيك مقطع فيديو مرات من الآن من التوك توك ولا من المجموعات اللي معاك أو كذا ولا إشي لازم أنا تقول هذا صح وهذا غلط نعم يعني بنزل لبعض المقاطع فيها يعني عيب عيب ما أنا نعم وبالتالي يعني لازم يكون في غيري غيري للأم الآن ما غارت على عرضها على كلامها على شرفها على وطنها والله العظيم مشكلة يعني بصير الأم اللي ما في عنده غيري بصير الآن ملهاش قيمة أساسا وللأسف إحنا في عصر السوشال ميديا وهذا الانتشار السريع كناري في الهاشيم لهذه المقاطع السيئة المسيئة أنا بستغرب أنه إحنا أصلا ليش لحد الآن ما عنا موضوع الفلترة في الجهات يعني في بعض الدول أساسا مانعة تيك توك أساسا كليا يعني في الصين في عندهم محدودية لأبعد الحدود في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعلى سيرة وسائل التواصل الاجتماعي والمشهورين اللي إحنا للأسف في بعض الأحيان البعض بيبقى مقبل في المتابعة ومنهجة كل فيديو بنزله يعني لسه مبارح في الأخبار وما تم الحديث عنه مداهمة الشرطة والأجهزة الأمنية لأحد شالهات لشخصيات مشهورة على تيك توك من الداخل الفلسطيني وشباب أيضا من الضفة في حالة من الشكاء والناس بسبب وجود السكر والحشيش وما إلى ذلك في هذه الأمكان يعني هدول أنتو القصد أنا اللي بدي أقوله هذه الفئة أو هدول الأشخاص طبعا دون ذكر أسماء اللي أنتو ماخدينهم قدوة وبتضحكوا وما إلى ذلك على المزح اللي بيعملوه للأسف المخفي أعظم في هذا الموضوع مهم جدا موراد قبها بوجهلك تحية صباحية من جنين بيصبح عليك أيضا هنا سؤال والسفسار فضلت الشيخ ما هي الطريقة الصحيحة للتخلص من الأوراق والوثائق التي تحتوي على لفظ الجلالة أو على آيات قرآنية كما ذكرنا قبل قليل يعني الله يجزي الخير سيد حزم أبو سري يعني يعطيك الصحة والسلام هو داما على فكرة بيتابعه وبحبك كثير فهو بمزع الوراق عشان يعني يرمي اللي عليها مكتب لفظ الجلالة هذا عمل عظيم جدا فهو نشو الطريقة الصحيح عشان إحنا كمان يعني طب ماشي مزعناه كده ونروح فيه وربع من قال ودتك والله هو يعلمكم بالله الآن ربنا سبحانهذا مجرد إنك إنت نيتك إنك أنت تخلص ربنا سأيت بوفقك لهذا لكل أمر يعني بعض الناس بشوفهم سبحان الله حتى واحد بدخن ما شفته فتح بوكات الدخان قم مزع ورقة حتى بجيبته بقوله شوير ورقة لا إيش يعني ولا بقول لعي عشان اسم الله رم الله يعني اسم الله كنت طب شو بتعمل فيه وقل شو بتعمل كله بحطني بجيبتي رفليا كله في الدار عندي زرف الآن مليان الآن بس كلمة الله 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 كلهن مجمع هنأش ماله في زرف كلهن كلما بسرن كمية كبيرة بروح الآن بحركهن بدفنهن وكلا بسرعهن شو كدش هذا العمل بنظره صغير لكن كدش عند الله عظيم وإحنا ذكرنا مرة قصة بشر الحافي اللهم ارضى عنه بشر الحافي كان سيء الخلق والسمعة وكان الآن يعني معروف في سوء الآن مرة من المرة وجد وركة مكتوب عليها لفظه الجلاء الله فالآن هو بطريقة معين أخذ الوركة وبيت سبحان الله ثم نظفها ها ورتبها ثم عطرها ثم وضعها في مكان مرتفع ها فسبحان الله جاءه في المنام ملك فقال له يا بشر قال طيبتنا فطيبناك ورفعتنا رفعناك سبحان الله العظيم وبعدها أصبح بشر الحافي من أتقى أهل الأرض في زمانه وأصبح من أكثر الناس ورعا وتقوى بفضل الله عز وجل فحقيقة يعني كثير من الناس الآن شو بتقدر مش بتقوعة تدور 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 لا أما إذا إنت صدفت أي ورقة أو كذا سعيتها ماله ايش اخذها ورفعها وخليه بجيبتك مثلا عميما تصل في مكان معين تقدر تحتفظ فيها وبعد ما معهم ممكن تحركهم وتدفنهم لا بأس في ذلك وهيك برضو إذا كان فيه مصحف تالف أو كذا تقدر إنك تحركوا وتدفنوا وما في ضير في الأمر بإذن الله عز وجل إن شاء الله إنه الموضوع وضح للمستفسرين ونعود لموضوع الكلمة وأثر هذه الكلمة يعني دعنا نتحدث أيضا عن النبيات والأجر والثواب لمن يرطب لسانه دائما بالكلام الطيب بذكر الله حتى لما بكون في المجلس ما بتسمعوا إلا بعلق التعليق الحلو الكلام الجميل قدش هذا بيعطي مودة والله العظيم إنه يحب والله العظيم إن الناس بتحب مجلسه والله العظيم إحنا فكرة ما نستهيب في الأمر والله العظيم إنه بس يطع منك الكلام طيب سلم ثمك يا شيخ يسلم ثمك يا فلان والله العظيم إنه طيب خاطرك الله ربنا يجبر خاطرك زي ما جبرت خاطرنا بكلمة والله العظيم تجبر خاطر إنسان يعني على قضية الإنسان اللي بكون تستهزي أنت الآن فلان أو فلان وصيرت تضرب بكلماتك وربع ما بقول يا أيها الذين آمنوا لا يصخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم في المقابل تخيل انت عارف فلان شو العب اللي عنده وعارف فلان كذا كنت حكيت لك قصة جبر خاطر إله ومرافع معانويات إله والله فلان كان كذا كذا بس سبحان الله طلع وصار كذا وماشاء الله وكذا بيتلك مال بداخل من جو بدعي لك من كل كلب بقول لك الله زي ما جبرت خاطره ها بيتلك مولي كاعدة الآن مسكينة عند حضار حماها وكاعدة مثلا وبعض نحن بيستهزيها مثلا هي فلاحة هم من مدن وتعليك على الفلاحات وعلى الفلاحات وعلى كذا استهزا وتعليك بيجي الآن حضرته ما شاء الله الله زي الخير بيحكي له كلمة بقول والله الفلاحين مرة عملوا كذا 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 وبصير كذا يمدح يمدح بتلكي داخلها بتقول يا الله الله جبرت خاطره اللي جبرت خاطره بس كمتش كادة تحكي شي لأنه كلهم مثلا بدوا أو كلهم مثلا من مدينة أو كذا بعض الأحيان إذن عشان هيك ضرورة جدا كدت جبر الخواطر عند الله عز وجل عظيمة من أجل ذلك ربنا سمى اسم من أسماءه الحسنة الجبار الجبار اللي هو بجبر خواطر الناس قال أعظم عمل عند الله عز وجل الذي يجبر خواطر الناس وحشان يكرقى ربك كلمة أن يقول هالمر من رضوان الله إيش ما يدخلوا الله عز وجل فسيحة جناته بكلمة وده إنت الآن رفعت معنويات إنسان روحت على مريض الله رب نشفيك وعفيك توكل على الله ترى والله أبوي كان عنده هيك والحمد لله رب العالمين عمل عملية وتفضل الله عز وجل شتان ما بين تكتبين عملية والله افنان راح فيها والله بين ورجاش عمل عمية الدسك والله ما ظل والله خربت فيتي وسلم ها ديت ما واصل الله رب الآن كلمات تسب شرط تسب وغلط يعني مرات الآن كلمات بتهد أنا شغلة أنا شغلة زي من أسكت أحسلك فلتقوا الخيات أو لتصم صحيح انت مرات الآن كلمة مثلا صلحة تبكنت الآن في صلحة الآن والجماعة كربوا الصلح وكبان كبان يلا سيد بعين الله بس يعمد بالكم أبوك والله طول الأمر غالي والله أبوكم أبوكم والله والله دمه غالي طب انت تحكي بتكون دمه غال دمه غال وإحنا يقوم بسألك الموضوع نعم وجابت انت بترد تنبش زي لا بنكوش الموضوع إذن إحنا هؤ كلا كان شو كولت انت شو كولت انت كولت مصيبي انت كولت وبالتالي ربا كلمات الآن كل واحد بعرف عشان يكرب نقال همازم مشاين بنميم مثل همز واللمز في الكلام أيضا هذا الآن من الاثم ورب عمي بيان انه من الكلام الحرام لأنه إذا انت بست تلمز وبست تهمز بعض الكلمات حتى يفهم شو معناها و يفهم شو معناها إذن انت الآن ما لدخلت في الاثم غير الآن اللي إذن عشان هي يقدر ولي جدا نت ك الله عز و نشر على عباد الله يا جماعة الخير فاضلت الشيخ بعد هذا الرسالة أرسلتها أختنا الفاضلة في البعض اللي ما بيوزنش كلامه سواء بجرح أو سواء بلسان اللي خنقول مش نضيف كتير في موضوع الحكي البذيء وما إلى ذلك أو اللي بمزح ويدمج معه زي ما قلنا بالذات الإلهية القصد بيكون بيحكي بدب الحكي دب أحيانا فويلة بالحكي إنه مش متعمد مش قاصد مش عن خبث بالضبط هذا الرجل يجب أن ينبه في بعض الناس بطريقة عظيمة بمسك رجال ونساء في بعض يا جهود انسا محتي انت كلامك اليوم كان جارح أنا والله ما كان قزك بعرف قزك طيب بس بصراحة بيئذي بعض الناس رجاء الله يرضى عليك الآن هذا الموقف موقف ضروري جدا أن ينتبه له ودير بالك بالحكك وحاول أضبط لسانك لازم الأمر المعروف هون قضيت الآن واجب واجب الأمر بالمعروف والنهي عن منكر واجب الآن لأنه هذا الآن الإنسان غلطان أنا بدو يقول له إذا أنا ما قلت له وهذا ما قل له وهذا ما ذكره وهذا ما ذكره مين يذكره كيف الآن بدو يصير فينا يحب يصير فينا كبني إسرائيل ورح لسا حق غضب الله عزو العقب رب العالمين علينا عشان يا كإخوانا بالله عليكم تستحيش الحق قال إن الله لا يستحي من الحق لا يستحي من الحق الله عز وجل هو الحق ويجب أن نقول الحق الآن نجب أن نذكر في مجالسنا بسرش نسمحت هذا الكلام غلط هذا الكلام عيب ممكن أخذه على جنب ممكن أخذه الآن أنصحه ممكن أذكر اللي أنا شوف تنظر يوتيوب على كذا على المجموعة أذكره مجموعة الخير هذا كلام حرام هذا الكلام بلا يجوز هذا الكلام عيب رجاء لما تكرروا هذه القضايا بتلاقي الآن إذا هو فعلا عنده ذوق وحيا وفعلا بيكون بده يظلها الصحبة دائمة الأصل الماله إنه إشي يمتنع أو يحذف هذا الفيديو الآن شوف تظل مصر عليه أنا ضروري جدا ممنوع ظني قاعد معاه في مجموعته لازم أنسحب من هذه المجموعة لما بتلزمني هذه النوعيات اللي أنا يجب أني أنا أقوم إذا الناس قامت إذا مش قادر تحكي الآن كلمة الحق و تقوله الآن هذا عيب يمكن مسح منه خجلان منه و زلمي إله و واصدعه و اللي هو فيه و خجلان شو بساوي تلزمنيش أنا ما بقدر لنقاعد في هذا المجلس زعل زعل شو ما كان يكون تزعل تفلان يزعل تقرصوا بحيط و مش بسحي قاعد بيسيب علينا بيغلط علينا بيحكينا هذا كلام سيء إحنا دوري يعني الآن أكل ما فيها ما بيدي أقود معهم والآية صريحة جدا فلا تقعدوا معهم ربنا عمين قال إنكم إذا مثلهم إذا ظلتك مطاطي رأسك و يلا و عشان فلان و كذا و تخغيل لا إنت رح تقعد في هذا الإثم عشان هيك دروري جدا صاحب الحق دائما أبدا نكون إيمانه أوعى وأقدر على الأمر أما ظننا إحنا مطاطيين لكل غلط و طمطم عليه طمطم عليه و كنا الآن مصيبة و يصير بعدك و شو بدأ نساوي شو بدأ نعمل تقدر تعمل أكل ما فيها غير على مستوى بيتك غير على مستوى ولادك غير على مستوى زوجتك غير على مستوى كذا ضروري جدا نكون فيه صراحة حتى بعض الأحيان بين الزجين نفس الزجين بتلاقي بعض الأزواج الأسف الشديد خلص بدب حكي أول مرة مرة سكتت عشان إرضاء إله و كذا بسميها بسميها يسب عليها و يغلط عليها قدام ولادها و إنه صار عادي بالنسبة لهم لا غلط ظلك ساكتي ما بذل ظلك ساكتي كلهم إن سمحت هذا الكلام بإذيني صح إن سمحت هذا الكلام رجعه ما تكون إش قدام لأولاد إن سمحت هذا الكلام ولا إنت سعلت على إيش أنا شوكولات أو إن سمحت إنت ما قلش الشماشي بس أنا بنسفق إلي هذا الكلام بإذيني أو حتى أو حتى يعني مع الاحترام بصير مثلا فيه لبعض الأزواج اللي ممكن يعني بيدب الحكة زي ما بنقولها أو بعض الزوجات والعكس صحيح يعني مش مقتصر على الرجال بصراحة إنه قدام أهليهم وكذا هذا شيء جارح يعني حتى لو بدك تمزح مع زوجتك من باب المزح بينك وبينها مش جيب شهاد على المزح يعني هذا مش حلو بيبط المزح بيصير تجريحه على فكرة إحنا منقول فضلت الشيخ ثلثين المزح جد فهذا المثل أمثال ستاتنا وصيادنا فبلا منه هذا الحكي يعني الواحد يوزن كلامه جماعة الخير نفكر نتعمق بعدين نيجي نحكي الكلمة وحتى في سبيل إنه الواحد لما كمان يعصب في البعض بيقول لك أنا لما عصب بمسكش حالي أنا بصير مثلا أهتور بالحكي هون وهون فالأفضل الأفضل بكل الأحوال إحنا نتروى مع احترام مش عشان حبب غيري أنا لازم أكون أنا عندي عذر إذا عصبت لازم إلعنا في ناس أخذي هيك أغلق وأكفر وكذا طب ما عصبش النبي صلى الله معلمنا كيف يوحد ما عصبش كيف محد ما يغضبش قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب علمنا كيف الإنسان إذا تغضب أنا شو تعمل قال إذا كنت واقفا فأجلس وإذا كنت جالسا فأتكئ واتكئ الفنم هاي طريقة الطريقة الثانية قال إذا غضب أحدكم فاليضة وضع فإن الشيطان من نار ولطفه النار إلا الماء لو نغسل غسل وجهك بإذن الله عز وجل تقدر إنك تضبط حالك وبالتالي برضو ما تؤذل آخرين إنك أنت والله عذري لك أنت عصب بصير السب وتغلط على آخرين أو بيت لك مسكين من كنة جاية جديدة على هالة الدار بصير الآن بنت حماها تدب لها كلمة بعضا بتدب لها كلمة ومن باب المزح ولك شو هذا لكذا مسكين بتروح ترطط بحالها في بعض الناس حساسة برضو يا جماعة الخير فيه ناس الآن ذويقة فيه ناس الآن يعني زي اللي زي ما قلوها زي الريشة بالضبط الآن ينتجي أنت تجرحوا بكلمات في نظرك أنت بتدب دب لكنه بتركي روح على الضار عيط 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 الله عنا بشو يصير في حالة من الكلمة من الكالت فيه ناس وإذا أثرت فيهم الكلمة يصير كل ولا إنت هالقد يعني أنت بتتحسس يعني مش كل النفسيات عشان هيك سبحان الله العظيم من بعضنا البعض وإني الآن نقدر بعضنا البعض أني أحكي الكلمة بتسعد فلان مش أحكي الكلمة اللي بتجرحه وصير أني الآن ألمز وأهمس في الموضوع عشان الآن هذا الكلام ماله فيه إثم وفيه حرام وفيه ويشماله خروج عن دين الله عز وجل يخوان الكرام الكلام البديء حرام حرام أنا بقول الآن هذا القضية الآن ضروري جدا نفحش في الكلام هذا كلام لا يجوش شرعا وفيه إثم وبالتالي نتقل عز وجل في هذه الإشمال يعني الله يجزيك الخير فضلت الشيخ ومن الصباحات الجميلة والرسائل بصراحة اللي أنا أبسطتني يا رب وإن شاء الله عن جد يكون في هذا الشيء أجر ثواب لنا ولك حضور أبو الأرقم وفا في كل يوم خميس يسجل لك وله بالأجر والثواب وعن جد شيء رائع يسعد صباحكم بكل الخير دائما وإذا يا رب إنه إحنا من خلال طبعا كلمات فضلت الشيخ أبو الأرقم والله يجزي الخير إنه نكون نطرق دائما والعقول وأن نصوب وأن نصحح وأن نقاوم وإنا نفسي يا سبي زيكم الحمد لله إن شاء الله وبرضو نغير من أنفسنا إحنا ما فيش حد فينا مثالي بالعكس إحنا نسعى دائما للتغيير نحو الأفضل مية في المية باب النصيح طب شو الإشي اللي أنا مثلا بالعادة بتحكم مش فيه بكلامي بمزحي بشغلات راجع حاله شوي يعني بالله عليك وكل واحد بك بس شوي بين وين نفسه أنا شو بقول شو بعيد بس في نقطة مهمة جدا يعني بعض الناس واحد أقول يا شيخ أنت مغلّ بحالك أنت يعني تفكر أنت أنت تبكى بواد والناس بواد محترامي والله إنه هو بواد والله يفضل الله عز وجل إنه كدش ناس بلكونها كدش ناس الأن أكثرت فيهم الكلمات وكدش ناس الأن تغيرت فيهم بعض الأمور أقول إحنا لكن نقول بإذن الله عز وجل هذا الكلام معذرة إلى الله عز وجل من باب الأمر بالمعروف باب التذكير ربع من طلب منا قال فذكري النفعة الذكرة لآن لابد إحنا كل إنسان ما لذكر وفي ناس كله بحيي الله وفي ناس والله تستفيد وتسمع وفي ناس الله يزيهم والخير بيعمل لهذا الفيديو شير لمجموعة ولا كده لكده بنشره مثلا في ناس الآن بيقول كده 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 ولا سمعت الشيخ شو قال كده بعض الناس كثير بيكون الله ذكر خير الشيخ شو أنت الآن قلت كده كده إذن في ناس بتتابع والحمد لله رب العالمين هذا فضل الله عز وجل لكن نقول أيضا إخواني الكرام ياريت حتى تكسب الأجر أعظم كل سنة كلمة خير واحدة حديث آية حاول إحكيه لواحد لأمك لأختك لمرتك لكذا ذكر فيه بالله عز وجل عل وعسى يصير أننا الآن ديدا في مجتمعنا حتى يصلح هذا المجتمع بإذن الله أمتنا فيها خير والله بس بحاجة مني يذكرها بالله والله بس الآن بحاجة مني يذكرها بالله أنه كل هذا حرام لهذا حلال أو اعملوا خير أو اعملوا كذا لكن الأم كلها بتهب هب بواحدة فضل الله عز وجل يعني نأمل دائما وأبدا لنا الخير ولكم أينما كنتم في مختلف أشكال المتابعة أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع وطيب الإصغى وأشكرك فضلت الشيخ دمت ودام نفسك طيب دائما أبدا زمي الأنوار حج حمد من الهندسة الإداعية شكرا جزيلا لك على أحمد الجلات في التصوير والإخراج شكرا جزيلا لك ريهم أبو حبل في المتابعة التحريرية شكرا جزيلا لك وفي هذه اللحظات وأيضا وحي رعاة البرنامج شكرا جزيلا لكم على حسن